وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء طائرة مصر للطيران رقم 611 قادمة من الكويت على متنها 298 راكب من المصريين العلقين بالكويت وهذا بعد توجيه الرئيس السيسي بسرعة عودة المصريين العلقين في الدول الخارجية مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والأطفال والمخالفين لشروط الإقامة وقع أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الكشف الطبي على الركاب واتخذت الإجراءات الاحترازية المتابعة مع الركاب القادمين للوقاية من فيروس كورونا قبل مغادرتهم لمطار القاهرة تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزل المصريين العائدين من الكويت وهناك تنسيق بين الوزرات المعنية للإشراف الطبي عليهم وإعاشاتهم خلال مدة العزل دفعت هيئة النقل العام بالقاهرة بـ 30 أوتوبيس مجهز لنقل المصريين العائدين من دولة الكويت والمقرر عودتهم اليوم وده إلى أماكن الحجر الصحي بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبالهم لقضاء 14 يوم حجر صحي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين طبعا ما نشاهد الآن هذه هي الصور لعودة المصريين العليقين الدولة تهتم كثيرا بفكرة تعودة المصريين العليقين مرة أخرى إلى أرضهم وإلى وطنهم بتوجهات من الرئيس السيسي للحكومة التي لم تألو جهدا في إرسال الطائرات إلى المصريين إلى كل الدول التي يريد المصريون العودة مرة أخرى منها إلى أرضهم إلى وطنهم وهذا هو الجهد الذي تبدله الدولة الآن بتوجيهات رئاسية لعودة المصريين العليقين وإدخالهم إلى الحجر الصحي واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان أمنهم وسلامتهم هي صور للمصريين العائدين من دولة الكويت هذا هو الشكل الذي نرى الآن على الشاشة الدولة المصرية تبعت بطائرات إلى جميع الدول التي يريد المصريون العودة منها إلى مصر كل الإجراءات الاحترازية تتخذ في المطارات لضمان أمن المصريين العليقين ولإدخالهم إلى مناطق الحجر الصحي المنتشرة في مصر واتخاذ كل الإجراءات لسلامتهم في كل هذه الأماكن للحجر الصحي طبعا كل ما نرى الآن هو اهتمام الدولة المصرية بكل مصري يريد العودة إلى أرض مصر مرة أخرى يعني بخلاف كل ما قيل من شائعات ودسائس عن وجود خلافات في هذا الموضوع وأن الدولة المصرية لم تنتبه إلى المصريين الذين يريدون العودة مرة أخرى إلى مصر ولكن ما نرى الآن هو عكس ذلك تماما هذه التوجهات والتي قال الرئيس السيسي دائما أن المواطن المصري هو الأولوية الأولى له ولي الدولة والحكومة المصرية لا يوجد أي مصري يريد العودة إلى أرض الوطن ولا يستطيع ذلك ترسل مصر بالطائرات إلى كل الدول التي يريد المصريون العودة منها إلى أرضهم مرة أخرى أيضا كل الإجراءات تتخذ في هذا الشأن بسرعة شديدة طبقا لإمكانيات الدولة المصرية شركة مصر ترسل بكل هذه الطائرات إلى جميع أنحاء العالم لعودة المصريين مرة أخرى من البلاد التي كانوا يقيمون فيها إلى مصر كل الأماكن مجهزة للحجر الصحي لهؤلاء المصريين وكما قالت الدولة ورئاسة الوزراء أن الحكومة المصرية ستتحمل كل تكاليف من يريد العودة وينزل فيه نزل الشباب المختلفة أما من يريد أن يقيم في فندق فهو يتحمل هذه التكلفة ولكن في كل الأحوال كل الفنادق ونزل الشباب وكل أماكن الحجر الصحي تقضى عن نفس الإجراءات الاحترازية التي تستهدف ضمان أمن وصحة المصريين إذن الدولة المصرية هي تقف جنب المواطن المصري في الداخل وأيضا في الخارج كما نرى الآن على الشاشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر